بسم الله الرحمن الرحيم الله يسلمك إن شاء الله حبيبي ننور بوجودكم الله يخليك ويحفظك زيان فأني رح أحاول أتكلم بالعراقي باللهجة العراقية ليكون أسهل شيء لي إن شاء الله وداريت تسأل بالإنجليزي وبالإنجليزي هم يعني نقلب بين الثانيين إن شاء الله زيان فأول سؤال سيدنا شنو يعني قصة يعني سيرتكم إلى المنبر الحسيني وحتى الأونلاين يعني عندكم وجود ما شاء الله على الإنستغرام على مواقع التواصل الاجتماعي what's the story behind that شنو القصة يعني اللي خلاك يعني وين ربويت how did you get to this point شكرا جزيلا حقيقة لأنني بالنسبة لي نحن ربوين في عائلة لا تتكلم بالإنجليزي أو بالعربي على كلها راح أتكلم عربي ورح أتكلم بعد الإنجليزي نحن ربوين في عائلة يعني عائلتنا العائلة القزوينية أبا عن جد نحن خطباء يعني غالبا عوائلنا كلهم خطباء يعني قل ما تجد أنه ما عندنا خطباء أو علماء وآن كبير عائلتنا سماحة آية الله السيد مرتضى القزويني حفظه الله الله يعظم وكذلك أبناء السيد وباقي السادة القزاوني حفظهم الله جميعا وحفظكم فأحنا بدأنا في بيت الجو جو حسيني جو فيه ذكر الحسين سلام الله عليه والدي خطيب والله يطول عمر والديكم والدي عمره الآن تقريبا 72 سنة الله يحفظ فنشأنا تحد ظل الوالد إلى أن وصلنا إلى عمر تقريبا 16 أو 17 سنة في سوريا كنا بجوار المرقد العقيلة زينب سلام الله عليها كان عنده والدي مؤسسة اسمه دار السيدة زينب لتعليم الخطابة الذي درس فيه سماحة الشيخ عبد الحميد المهاجر سماحة الشيخ حسين الأميري سماحة الشعب الكريم الحائري وسيد أبو حسيني السندي حفظه الله دولة كان الأساتذة هناك اللي احنا درسنا الخطابة دراسة عملية وليس مجرد اكتساب فتعلمنا على يديهم الحمد لله ونتخرجنا من هذه الدورة اللي تخرجت من عندها المئات من الخطباء في زمانها يعني وقالي قبل ما أصير خطيب طبعا في النقطة يمكن كثير من الناس ما يعرفون قبل ما أصير خطيب كانت رادود حلو أي فقرأت مقدمات كنت أقرأ أكثر الشيء وكنت نقرأ في عزاء الزنجير أو زنجيل مثل ما يسمون فقرأت قدام ملة ماصرون الكربلائي حفظ الله أبو محمد وكذلك أمام الملة جليل الكربلائي وسيد حسن الكربلائي كان يجون زيارات إلى السيدة زينب وعزاء وكنا نأدي شيء مقدمة لهم بعدهم يسعدون ماشاء الله أي نعم فواحدة من الشغلات الله يحمدك حبيبي واحدة من الشغلات اللي قرأت أمام مل باسم أتذكره كان على علينا الأكبر سلام الله عليه على ما أعتقد أنا الأكبر وهذا نسيت القصيدة أنا الأكبر وخالد يظل اسمي هو شعره القصيدة مل باسم نفسه حفظه الله فالحمد الله نشأنا إلى أن بعد لبسنا الأعمامة تقريبا في بدايات سنة 2000 وتقريبا 5 لبسنا الأعمامة في دمشق في السيدة زينب وبدأنا بعد العمل التبليغي قليلا شيئا فشيئا إلى أن جئنا لكندا تقريبا في حوالي 2013 سنة نحن نخدم الجالية سأل الله نحن نخدمهم في تورونتو في هاملتون في لندن لندن أوتاريو وانا حاليا في مدينة أوتاوة هنا نخدم الجالية ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا نخدمهم أكثر وأكثر ونخدمكم إن شاء الله الله يحفظكم يخليكم سيد يتقبل أعمالكم إن شاء الله سيد I remember when I was young I was here like you said in 2013-2014 you were first in Toronto and I was still young youth lectures in the in the hall that's actually right behind us ما شاء الله now look where we've come ما شاء الله time flies each of you ما شاء الله scholar ما شاء الله ما شاء الله وانا حاليا وانا حاليا وانا حاليا and anyone that knows me well knows I'm a big fan of Walla Basim and that's something new that I learned يعني معلومة جديدة سرعتو آمام المالبه ما شاء الله ما شاء الله سيدنا جاءتو قول تقريبا يعني داعش سنة فلاعش سنة إلى كندا ما شاء الله ربيتو أولاد موجودين هنا في الستوديو الله يخليكم ويحفظكم جميعا شنو الصعوبات اللي واجهتها كأب ربيت أولادك في كندا يعني دولة على الوسترن سيستم غريبة منفتحة liberal يعني all of these issues يعني شنو الصعوبات اللي واجهتها كأب من تريدة ربي أولادك تربية إسلامية على منهج أهل البيت عليهم السلام حقيقة تربية الأولاد في كندا البعض يظنون اللي عاشين في العراق أو في الخليج يظنون أنه المسألة مثل تربية اللي موجود في بلادنا برق شاسع جدا بين تربية كندا والغرب وبين تربية اللي موجودة في العراق في العراق المجتمع يعني حتى لو تترك الولد رح يكون يعني يربع معه مثلا يقول لك أصنافه يعني المسلمين على الأقل أماكن زيارة أماكن مساجد يعني ما أقول لك إنهم ينحرفون الأولاد هناك الله إن شاء الله يبقى الجميع عن الحراف بس بشكل عام هواية أسهل مو ترك التربية ولكن في كندا الجهد حقيقة الثاني أب لأربعة أولاد جهد مضاعف بشكل كبير جدا طبعا إذا تفيد تتربي أولاد ولا يكون هالأولاد إلك سبب بأنه تكون محل سب ما بعد موتك بذلك يقولون الله يرحم والديك لا سمتتبع الأولاد بتعب مو طبيعي بعض الناس أنه يحطون رجلهم على الرجل ويدهم على إيد خلاص ابنه ويتعلم يتعلم بالمدلس الإسلامي يحطون بعض الوقات that's not enough to be honest that's not enough يعني أنا بالنسبة لأولاد أخوذوا قدامي قاعدين دقيقة من الصبح للا يسألون وأنا جاوبهم هي صعبة السالف أنه ما يكون إنسان عنده ability معين capacity معين بعد ما عنده قدرة أنه يعني يأخذ بس مع ذلك أنا أرى شيء بعيد يقول لك سيدنا لماذا تضغط على الأولاد إذا ما ضغط على أولاد رواية عن أمير المؤمنين السلام الله يقول لك الحدث الحدث يعني الشاب الصغير كالأرض الخالية ما ألقيت فيه نبت استقبلت تلك الأرض استقبلت هذه النبات أو السيد في الأولاد الصغار أنت يحتاج أنه تتعب عليهم أكثر ويحتاج أنه الأب والأم يكونون مثقفين يتعلمون في الشيء بس ما يكون ثقافة تربوية للأطفال وإما تكون ثقافة فيها ثقافة أهل البيت سلام الله عليها أنا بالنسبة إلي أخذت ثقافة أهل البيت وتعلمت كل شيء من ثقافة أهل البيت سلام الله بعض الناس لا يتعب عليهم على المدى أنه يأخذ المعلومات بشكل صحيح يرى فقط الواجهة surface level أحسنت فالموضوع متعب بس إن شاء الله الله سبحانه وتعالى لا يضيع عجر الذين يعملون الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شررا يرى إن شاء الله الله لا يرى وين شر أولادنا إن شاء الله زين وما عملت بعض الحلوات المغربة التي يأخذ خطوات التي حياتها لعوى 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 كانت ليسوا لعوى 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 شيء التي تضغط عليهم من أي ناحية شوف واحدة من أهم الأمور موضوع الصلاة شوف أنت إذا متربط الطفل بما أراده الله سبحانه وتعالى هذا راح يظلم زعزع أي واحد مثل وعاء الفارغ الطفل إذا متربط يعني you're not gonna fill this cap or cup with some proper liquid for example juice or water someone else will put something there أنت إذا متخلي شي صحيح متعلمهم بشكل صحيح متضغط عليهم موضوع الصلاة ليس موضوع ضغط موضوع التزام في كل صلاة يسمعون أصغر منهم من أولادي أصغر عندي كوثر ومهدي الله يسلمكم هدول أصغار في كل صلاة أناديهم بابا كوثر تعيب صفي كوثر هو بنت بعض الأموهات ناسين البنات أصلا أنا بنتي أوقفها أنا أتعب كل يوم يجب أن الطفل يحتل لتنبيه مع انفتاح الموجود السوشال ميديا تيك تاك ونعرف اليوتيوب شورت الطفل سيظل مشوش دائما يعني يعني يجب أن تصحبه 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 يوقف هناك حتى لو حتى لو الطفل ما صلي صحيح يوقف بصفك يوقف بصفك هذا سيتعلم أنه لدينا شيء مانداتوري يعني يجب أن تصحبه يجب أن تفعله لا يجب أن يعوفه الشكل المشكلة أنه الآباء هنا لا مهتمين بموضوع الصلاة لا مهتمين مرة يحتي عشر مرات لا يحتي فهذا عندما نتعلم هذا أول أهم بالنسبة لتربية الطفل الصغير الإمام الصالح سلام الله عليه يقول نحن نعلم أبنائنا الصلاة من عمر أربع سنوات 4 years يعني 4 years old الطفل يجب أن يقف صف أبو البنة توقف صف أمها تنبس في الحجاب حلو مرتب حتى لو لعب حتى لو as a game as a toy I don't know I don't know what you're gonna put name for this action المهم أنه يعرفون أكو شيء it's mandatory we have to fulfill this action الصلاة المتابعة اليومية مني ومن زوجتي مني ومن زوجتي and you follow up with them every single minute yes أول شيء مدرسة مدرسة رجعوا شونه سويتوا بالمدرسة تعلمنا هذا تعلمنا ذاك هوا شيقة المعلمة هي شيقة المعلم نشوف الحاصل شنوه نجيب الهموك المتابعة following up with the kids بهالزمان هذا يحتاج كل يوم أقل أقل شي عشر مرات following up with the kids أقل شي يعني متابعة الطفل سويت هذا ما سويتت شيء متعبة الموضوع متعب جدا أنا أقول لك أنا شايبة من وراء المتابعة يا حقيقة بس هذا الشيف بس هذا الشيف الله سبحانه وتعالى رح يجازينه بالآخرة ما يبقى شيء بدون ثمن في هذا الدنيا وفي الآخرة الله يجازه في الدنيا ويجازه في الآخرة إن شاء الله زيان 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 يو براؤ ميديا ترقت الموضوع التيك توك واليوتوب شورت طبعا حسا صار أكو جيل يعني كامل يسموهم الإيباد كيدز يعني الطفل مثل ما تفضلتوا أربع سنوات المفروض أهلا يوقفو حتى يصلي حسا كاموش لا إيباد قدر أسا ويركض وبيبي شارك ومدري شنو ما هي المفروضة كيف تفضل يعني هذا كلما ويجب أن ويجب أن في أمي ويجب أن على هذه مفروضة ومدري شرطة مع تلك يعني هذه المفروضة ثلاثة ثانية دقيقة دقيقة ونص ما هي المفروضة كيف يمكن نحن نحن أن نستعمل مواقع التواصل الإجتماعي لأن يجب أن كي ربي الأولاد I know there's a lot of Islamic baramage baramage Islamية online بس معلأسف الالغريثم اللي خاليه على TikTok على YouTube it doesn't bring that up to the surface خلوهم شفون شغلات يعني تافه or you know other ridiculous things Limiting the usage of the electronics تحديد وقت طبعا هذا راح يواجه يواجه هواية بمشاكل مع الطفل كنتعرف أولادنا الآن بستاخذ من التلفون راح يصيح إنه أخذت مننا قلبه لون سو يعني هذا اللي هم يعني مثل ما يقول لك صنعو هذا الشي احنا خب أكبار يعني نقدر بعض وقال نضغط عن نفسنا أما الأطفال ما يعرفون أطفال يعرف هذا توي مات هذا هاي اللعبة مات يدلعب بهاي بهاي هذا ما يريد قديما الأمهات يطلعون يعني يرجعون الأولاد للبيت عن مدل يلعبون هاي بشار الآن يضربون وطلعوا لي برا ورجعوا لي وراء وطلعوا لي وراء وطلعوا لي وراء وطلعوا لي وراء وطلعوا لي وراء في الموضوع هذا الشكل الآن صار في الموضوع you have to limit the usage of this شوف بالنسبة تكلمة 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 the algorithm about how our videos our contents are not showing up to the people it's very crucial it's very important to use the right how how I can put it there right tools how to how to share your video we might see there are a lot of good good contents to be honest we have a lot of good contents perfect contents but they don't know how to share it how to work around this algorithm so I have a nisbe I have a nisbe a shon taamilet ma al khawarizmiyat al arabi sire khawarizmiyat awwalan ma kuh shay yiji bidun alim bidun 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 لا يجعل الناس من زماني على السوشيال ميديا يعني ما صار هو يمدة طويلة يعني الحمد لله البعض الأمور تخصها البلجة تنتشر بصفحة عرافة الشيون اشتغل مع هذا الالغوريثم كل مهم أول شي على مد أنت عمله يكون يعني مثل ما يقول لك يشوفون الناس أول شي لازم يكون short لأنه Dil paid billions of dollars on short مش short موجود على YouTube No short video You have to be professional how to summarize the whole story in one minute In one and a half This is a huge experience Don't take it easy ولكني نحن representation بالطبع لنصبع على الخصوي تجدği mats تم تقس ! ستنالet ستبط بالطبع طبعهم بسطح دعبوا بالطبع قديم هذه و تنالة قامúa so you're going to stock in your place you're not going to move even if you paid thousands of dollars on your content I have a video he worked with some of our friends basically he paid not less than $4,000 to promote the no 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 to make it to make it from filming from editing from I don't know everything sound engineering and the sound on 1500 views so we had a problem that we didn't know when to share it how to share it and what to put in this video to share it to get shared I have some videos that I don't have a hashish without editing without anything got shared and gets picked up exactly so there is something you have to follow so this is very important or to the main point how to fix this addiction it's hard this is a hard part don't ask me because I'm using it as well but I'm using it for example I'm just stop the notification for Instagram or Whatsapp for a lot of programs in order to not go after any notifications so I stopped them that's one of the things the child must be in the norm if he doesn't have a norm he's going to make a mistake he's going to make a mistake he's going to make a mistake in the real world he's going to make a mistake yeah this is very common illness on the face of the earth especially on the outside because they are addicted to the what is it? edges of the electronics electronics so limiting they have to be harsh sometimes in order to protect the kid from falling behind yeah so what it's really no I thank you say lala brahat I can definitely speak from experience the other day I had a paper from a thousand words I'm a bit of a procrastinator I can't write before I used to be a master at this I write four or five hundred words I drink water another four or five hundred words I'm done two thousand words in a few hours 50 words I write watch the telephone I call up I reels video I'm a addiction it ruins my ability to focus and it actually affects the productivity a lot sad story yeah when the thing is it's not just me it's a society wide issue we have to limit it we have to limit it you have to put the limit for yourself that's tough insha Allah insha Allah Ziyan Ziyan just to go back you spoke you actually gave us amazing insight on algorithms for those of you that don't know Ziyan Muhammad Rada has a great Instagram account he's also he's been in this kind of creative business for a while now I started the media things because yeah I right now I'm studying the film film studies as well at Carlton University in Ottawa and let me go on I have a double major the religion as well so I've been in this field which is the media field since 2005 so almost 20 years 20 years yes so I I worked with several big channels Islamic channels like Karbala TV the last one was Karbala TV still I have connection with them I've been the manager of director of the Ahl Al Bayt TV I don't know if you know know about it or not yeah Ahl Al Bayt TV it's I think the the first three channels that showed to the after Saddam was Al Furat Al Anwar Ahl Al Bayt three of them so yeah I I started there I I took so many courses in Syria and Lebanon as well in Iraq so here so you know that the gym my goal so you didn't ask me about my goal I was gonna get there okay so I'm not gonna say it go so yeah this field I spend a lot of time in this field I I I I I I I I I كثير من الفيديو كليبات يمكن أنني الرجل الدين لا أقول لك الوحيد لكن القلة التي تعملها تصوير تعمل إخراج تعمل إضاءة تعمل سيناريو و تعمل خادم من الحسين إن شاء الله يتقبلنا الحسين و خادمنا لا يعني شيء نادر جدا مثل ما تفضلت رجل الدين يعني مهتم بالكامرات يعني no one saw beforehand before we started rolling فس الإضاءة شلون مننا يعني عنده ملاحظات السيد الله خلي about everything like he gave a bunch of tips about the cameras so it's definitely خبرة الحمدلله إن شاء الله يكون نقدر نفيد this is the only thing يعني I want to benefit my friends my brothers but ما شاء الله خاصة بالأيام الماضية يعني the last few months يعني محتوىكم it's been very like very good very helpful الحمدلله you had a big video for Laylatul Qadr I don't know things to prepare for Laylatul Qadr so that was الحمدلله I think that was also a popular video for MashaAllah so we started there we started the algorithm there oh that's when it started yes MashaAllah so you got the results الحمدلله but now to get back to the goal so what is the first what is the perceived benefit what do you think can be achieved through social media because a lot of people say that social media is what is for young people so they don't care so you can see a lot of the positions and the positions and with our Iraqi they don't care about the media in a good way they don't care 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 what is the role of media do you think what is the role of media it's something that can what are the perceived benefits that you think what do you think if we didn't have a person called Sayyidah Zain will be a Muslim right now can we be a Muslim right now we would not know Islam or Karbala لأنه أجه واحد عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال هل أباك كان المنتصر أم يزيد قال انتظر حتى تسمع أشهد أن لا إله إن الله الأذان إذا سمعت ذلك وسمعت أشهد أن محمدا فعلا من أبي الحسين هو المنتصر لأنهم أتوا على موضي غيرون الدين كله شو نقول لك لا والله إلا دفنا دفنا أبو سفيان كان يقول على صوت لمن كان يسمع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الميديا أهم وأفضل وأسرع طريقة لتوصيل فكرتك للعالم يعني السيدة زينب هي المتحدث الرسمية باسم ثورة الحسين سلام الله عليه يعني لو لا السيدة زينب لقالوا بأن الحسين قتل صار به سكتة قلبية بكربلا ومات من شاء الله لأن تعرف في كربلا الحسين اختار محل القتل أو كما اختاره الله سبحانه وتعالى في مكان بعيد عن المدن على مدن ليأذي الناس فقط المنتخبين يجون إلى كربلا يستشهدون خاصة الموضوع ينتهي فالسيدة زينب سلام الله عليه لو لا السيدة زينب وصوتها وإعلامها من يقدر يقف أمام شخص طاغوت كبير كان يحكم البلاد الإسلامية مثل يزيد يزيد بالمعاوية صعب فلولا الصوت زينب سلام الله عليها والإمام زين العابدين نحن ما كنا مسلمين الآن كنا هما مثل مثل يزيد نشرب الخمر ونعاقر الخمور وبعدين نجي نصلي هذا كان يريدوها هكذا ديني السوشال ميديا في هذه الزمان أهم شيء موجود في حياتنا بس ليس لأنه أنا أشتغل بالسوشال ميديا لا حقيقة أنا بالنسبة لأخوة عندي دروس عندي كل شيء عندي ولكن لولا السوشال ميديا اللي الآن يعني السلاح الأكبر حتى أكبر من النوكلير بومز من القنبلة النووية السوشال ميديا أنتو تعرف الربيع العربي اللي مرينا بيها اللي سقطوا بيها الدول ليبيا ومادل الجزائر مادل سوريا ومصر كل دوله وانشانو كله على الفيسبوك على الفيسبوك سقطوا الدول ما سقطوا يعني الدبابات يعني ما أجدت يعني صواريخ وش لا الناس هم سقطوا الربيع العربي زين إذا أنا ما أهتم للسوشال ميديا إذا أنا ما أهتم للميديا للإعلام بالمسجد ما أهتم للإعلام بالمركز ودائما واقف في زاوية أنه فقط نقرأ والروح حقيقة نحن مجد أن نسوي شيء ليش ثواب موجود لأنه أنت دفنت الفكر في مكانه ممكن الآن الله سبحانه وتعالى ينطق هذا الخطيب أو هذا المتحدث أو هذا الرادود بكلمة ما تظهر أي مكان آخر حقيقة أي واحد لازم أنتبه لها أنه الله سبحانه وتعالى يعني يعطي للإنسان بعض الكلمات اللي يريد أنه يظهر أو تظهر في هذا المجلس فإذا أنت ما عندك في سوشال ميدا جميل أو ما عندك إعلام جميل ما عندك تصوير حلو you don't have the team to take care of your media sound system is not good sound system and you want the khatib الرادود to give you a best of himself how that's hard if you don't have تصوير إذا أنت ما عندك شباب ينظمون المكان ينظمون شغلة الـ online social media على online هذا كله لازم يصير team work أهم شيء في المجلس الإعلام هذا ليس لأنه أنا بالإعلام حقيقة حقيقة يعني يضيع المجلس يضيع يعني كل هذا نصرفه إحنا بس يقولك عند الله ميضي فأدري عند الله ميضي كل شيء الإنسان خير يسوي ميضي بس المجلس مهم لذلك من أهم الأمور في هذا اليوم حقيقة أهم أمر على وجه الأرض الـ social media إلى أن ينقرض خلال قرض شيء ثاني أما الآن أهم شيء صوتك ما يوصل إلى أن نشوف Justin Trudeau Biden كل هم أين تسمع صوتهم على انستجرام على انستجرام على تويتر على الـ X على غير غير مكامل ما راح تسمعون أنت من يتابع بعد فضائيات ما راح تسمع عن فضائيات صحيح أكو نتفلكس ناس يشوفون نتفلكس عن مشوفهم فيلم they don't want any news they watch movies only or series episodes نيوز 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 ثاني بعد ثاني سوف ترى نيوز على الـ social media لذلك هي المصدر الأمور المصدر المصدر في هذا أمور 100% أتفق وياكم مية بمية إذلك إحنا يعني هنا بالمركز أم غيرنا يعني توجه مالتنا ويفوكس أكثر على الـ social media على الميديا بشكل عام أهنان أنا أبدأ أقول في التكلمة نعم طبعا أنا بدأت هنا وياكم مع الشباب الرسول العظيم الله يحفظكم إن شاء الله حقيقة أنا صراحة ما أعرف شنو صار اللي صار صار أكو نهضة عالمية أنا أعتبر حتى بعض يسعى أنا أقول لك يا حقيقة أنا ستتكلم هذا الموضوع قديما ولكن ما كان يصير شي ولكن أنتو الشباب أنا أرفع لكم القبة على حقيقة مثل ما يقولون سويت الشغل يعني you just change the face of the masjid when you bring someone from outside when you prepare something in advance this is something huge to be honest to be honest with you when you do that kind of social media work I don't know podcast تصوير تصوير 4K we don't have it anywhere you guys did something special وهادا راح يبقى إلى أن إلى يوم القيامة راح يقولون هذول الشباب في هال وقت بهال إيرا this part of life they change the face of the masjid يخللوا الحج مهدي وباقي الشباب اسمكم ينحتون أحد بارك الله بكم هذا بالعكس أنا بالنسبة لي هذا كان في قلبي كان لازم أقولها وأشكركم أنتم الشباب وحقيقة جاء أسوهم شغل جبار وأنا دائما أحب أدعمكم طبعا هذا أنا بالنسبة لي هذا أشوفه واجب إلي لأن أشوفكم مثل أولادي مثل إخواني لما أشوفكم جاء تبدعون أنا أفرح كلش أفرح استحدثوا وما شغل عندي سوشال ميديا أدعمكم بلساني أقل شي أدعمكم بلساني بدعائي لأنه أنتم جاي حقيقة تراوون وجه شيعة آل محمد في كندا اللي قل قل جدا بعدد أصابع اليد الواحدة اللي يشتغلون بارك الله بكم والله خليكم ويعفظكم سيدنا أشكركم دائما على دعم المستمر حبيبي الله يخليك ويعني أ Sehr You are all MashaAllah Smart And what you did It's something To be honest For me I call it crazy Alhamdulillah Tawfiq من رب العالمي Yeah It's all tawfiq From Allah Azza wa Jal So We're still on Social media What are some of the We talked about the positives I don't know Did you get to Would you speak about The goal What your goal is The social media To wصل the sort of The madhub of Shiazim Risaleh Tahir al-Bayt If you want to Elaborate on that more I'm going to take only Less than one minute Okay Actually When I Traveled from Iraq To Canada On 2013 The day before Or night before I traveled from Najaf To Beirut Beirut to Canada I went to You know We live in Karbala I went under Imam Hussain I told him Sayyidi I have I have I have some I'm not sure If I can If I can Call it Power Something You gave me Allah gave me This power I just want to Work around it I want to do Something special In Canada What I want to do I want to do A film Hollywood film For you For Karbala Like What Mahmoud Al-Aqqad Did in Film A long time A long time ago And right now It's like New film It's very old Yeah I told him I want to do Something for For you In Hollywood Not in our Islamic countries Something International So I can Just provide it To you So you can Call me A good servant I'm not going to Say The perfect servant No A servant for you This is my goal In Canada And to help People through This film And series of Film Actually We're working Around this We have Inshallah A film Short film About Barzakh Inshallah We're working On the story With one of Our brothers Who converted From Christianity To To Shiism I'm going to Talk about His story His life And what He has done In his life He's 25 24 Years old Inshallah Inshallah It's going to be A beautiful film But It needs To support Inshallah We're working Inshallah We're working Inshallah Inshallah We're working Help any way We can Inshallah 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 And yeah Actually I just want to Point out It's sad Inshallah I don't We're working Inshallah 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 مثل ما تفضلت هوليوود style film عن كربلا 300 مليون شيعي في العالم نحن 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 ولكن لنحن نحن 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 عندما يجب أن تجد لديك الكثير من الأشياء عن كل شيء لديك الكثير من الأشياء هذا هو صحيح التي تتخلص لفتحيات معتحيات لديك مشاع Grenelle نحن 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 بكم I don't want to name anything but they have they're paying a lot and they're producing very professional videos that are tracking every single one not only kids they are tracking me believe me I'm just watching some videos I sit with the kids we don't have even one professional I'm talking about professional we have a lot there are a couple of channels one or two one or two channels one or two channels but the problem is if you don't want to work on children if you don't want to work on children you're coming to them we're coming to them we have to work on our kids our kids they don't have their personality let's say their own personality Islamic personality why they have to watch for example that movie or that Hollywood movie and we don't have something for kids why? this is a huge huge problem a huge issue we have to work on this we have mashaAllah tajar but we don't have who what I'm saying he moves the tajar we don't have the muckerjian or scenerists that provide creative things for the tajar the tajar the tajar to be one so the tajar is going to be to provide everything the story is going to be to put the money that is important Allah yafiqna in shahad in shahad we spoke about some of them the addiction and what not but also when one comes to the murahiqin there becomes this problem of ease of access to speaking to the opposite gender and a lot of other things access through social media how can we how do we manage that this is a very big question yeah this is a big big question limiting the youth i don't think it's an easy job an easy work to be honest i mean 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 limiting i don't think it's it's the proper word or proper phrase for 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 youth for the youth okay i have a i have a name i have a this is this is 15 years for some kids 16 or 6 or 7 years i want to take talk and i want to take my son my son instagram i have parental protection control yeah control in the instagram there is there is all the on the tiqtac there is at least this one will do it at least when he will turn 18 he will get out of control بس المهم انت هالفترة هذا خلي عندك control كون أصدقاء منه جايح شي شون جايح شي شون جايح يشوف control بس انت لمن رايح ورا كل شي ويقول إلا أطفالك راح تخسرهم قوة أنفسكم وأهليكم نارا هذا قال لنا في مين مرة قوة أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة You are responsible I am responsible Responsible Every single person كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته I am responsible يعني for my family for my kids You are responsible for yourself I don't know الله يزوجك إن شاء الله توقع به الورطة وورطة حسنة طبعا We'll see إن شاء الله أنت أخوانك كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته أنت مسؤول عن شي صديقك أخوك أختك يعني ما دام عندك knowledge معين في العلم معين You have to provide it to them Don't يعني سوي احتكار تحطه عندك فقط لا ساعد فإنت إذا ما تتابع إنت إذا أبني ما تتابع إيه أنا جا أقول لك يا يهد الإنسان المتابع دقيقة يهد بس النتيجة نتيجة حلوة تكون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مهما يكون الله سبحان الله لا يضيع العمل اللي عملت أنت إن شاء الله المتابعة We covered a broad range of topics production your dad your family your mom anyone girl or boy it doesn't matter a thousand of people are talking with me secret things secret secret problems سيد محمد رضا he's not just saying this you know like I've seen through his social media he's answering everyone's questions you'll see he'll tap through the story he'll just allow people to ask questions to send him messages and he'll address them he'll always try his best to address them mashallah in detailed ways so if you have any question I'm here I'm your I don't know I'm your father I'm your brother anything you want to call me I'm here you can ask me any question toughest you have whatever you have I'm here and I will keep your secret in my heart believe me no one will know it I have thousands of things that my wife doesn't know my son doesn't know about it so if you have any question come here my account you're gonna see it so inshallah I'm in the service at your service in Arabic any one who sees this video any question you have because I remember on social media and I'll remember now I'm here any question you have small or big there's no difference you have to think I'm in the service there's no taboo everything you can talk with me there's nothing there's no problem there's no problem any question you have to ask me and I'm in the service I'm in the service I'm in the service some of the other I'm in the service because I'm in the service I'm in the service I'm in the service so don't let anyone to abuse you about your question ask me and you will be good inshallah 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 allah khalli inshallah inshallah so I guess that brings us to a close for our episode we'd like to thank sayyid Muhammad for all of his time and his advice his words inshallah and yeah without further ado بأمان الله أيها المتابعين الكرام مع السلامة